مأساة كبيرة يعيشها العراقيون اليوم مع إعلان السلطات الصحية وصول دفعة من لقاح ضد فيروس كورونا بعد التعاقد على شرائه تبين أنها هدية من الصين هذه الطائرة التي حطت في مطار بغدادة وصحبتها تغطية إعلامية كبيرة توقع العراقيون أن تحمل لهم الآمال بالخلاص من الوباء لكن أمالهم ذهبت أدراج الرياح عندما كشفت حقيقة أن اللقاحات القادمة إلى بلادهم النفطية هبة ومساعدة من دولة أخرى وأن عددها لا يتعدى خمسين ألف جر أما الطامة الكبرى التي فتحت أوجاعها أخبار وصول كمية خجولة من اللقاح الصيني تكمن في الفشل والتقصير الحكومي في جلب اللقاحات للعراقيين رغم دخول البلاد منذ أشهر حالة حرجة في عدد الوفيات والإصابات بسبب كورونا ووصول اللقاحات إلى معظم دول العالم مع عدد دول فقيرة لا يتعدى عددها عدد أصابع الكفين فشل السلطات الحكومية في التعامل مع وباء كورونا وإخراج البلاد من المشهد القاتم الذي منفك يفتك ويحصد أرواح العراقيين انتقدته الكثير من الجهات الدولية والمحلية وبعيدا عن الصراع الذي يعيشه شركاء العملية السياسية وتبادل الاتهامات فغالبية الكتل والأحزاب تحت قبة البرلمان تجمع على اتهام السلطات الصحية بالتقصير والفشل وتصف جهودها بالمخيبة للآمن واقع مترد عكسته حالة التخبط التي تصاحب الإجراءات الحكومية برزت معالمها في التأخر الكبير باتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل السلطات وعدم فرض طوق صحي على المناطق الموبوءة بالفيروس وعدم توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين لدفعهم للتقيود بإجراءات الوقاية إضافة إلى الفساد الحكومي والصراع السياسي والمحاصصة الطائفية التي ألقت بظلالها على أزمة كورونا وكانت سببا عند بعض السياسيين لتوفير اللقاحات ضد كورونا لأنفسهم بعيدا عن الكارثة الصحية التي تعيشها البلاد نهيك عن المخاوف الكبيرة من استخدام اللقاحات لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل أطراف في العملية السياسية كل ذلك دفع العراق لاحتلال المركز الأول عربيا والثامن والعشرين عالميا بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا لكن الوقائع الحاضرة اليوم في العراق تؤكد أن السلطات في هذا البلد لن تدفع على الأقل في الزمن المنظور لأي إصلاحات تأخذ العراقيين بعيدا عن الأزمات التي يعيشونها ترجمة نانسي قنقر